موسيقى ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي فردود فعل واسعة أثرتها حلقة نبض البلد بالأمس والتي استضاف فيها الزميل الدكتور مهند مبيضين كلمن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الاذنبات والنائب محمد القطاتشة رئيس لجنة التربية النيابية للحديث عن التحضيرات والاستعدادات لامتحان التوجيه وأمية المتعلمين إضافة إلى ملفات تربوية أخرى الأردنية زينة معاني انتقدت الأخطاء الإملائية في تغريدات بعض من تابعوا الحلقة وتفاعلوا معها لقولها لاحظوا الأخطاء الإملائية لبعض المغردين على موضوع التوجيه المشكلة ليست توجيه ورقابة فقط بينما تقدم عبدالله العبابن باقتراح لوزير التربية الذي استعرض عدد من طرق الغش التي يمارسها الطلبة خلال الامتحان منها اللجوء إلى استخدام أقلام تساعد على تبادل المعلومات لقوله خلي الوزارة توزع أقلام على الطلاب واسترجاعها عند المغادرة بشكل يومي أيضا منال الخطيب عبرت عن أسفها بأن من يغش في الامتحان لا يتعرض لعقوبة كافية وذلك لقولها يجب أن يسجن وينقض على مستقبل الطالب حتى يفكر ألف مرة قبل الخوض بهذا لكن للأسف لما بيكون وراه فلان وعلان ما بيهتم وبدخل الجامعة بسلاح موسيقى